في الحقيقة انتهت الجولة الرياضية مع دينا شرف لكن لسه مستمرين في فقرة رياضية مميزة لان لما بنقول لعبة السكواش دايما بالله اسم مصر مرتبط بيها ارتباط لسيق بكرة هتنطلق البطولة العربية الدولية المفتوحة للسكواش للنشئين والنشئات وهتستمر من يوم أو لحد يوم 28 يوليو بمشاركة 594 لاعب ولاعبة من 14 دولة طيب البطولة دي بتعتبر واحدة من اكبر البطولات في المنطقة ككل وكمان بتعتبر مهرجان سنوي للسكواش بسبب الفعاليات اللي بتسبقها واللي بتمتد لمدة شهر كامل تقريبا بيجتمع فيها اللاعبين من انحاء العالم في فترة اعداد فترة تأهيل على اعلى مستوى وبيشرف عليها واحد من اساطير لعبة السكواش في العالم وهو الكابتن امير وجيه المستشار الفني للمشروع القومي للموهوبين في السكواش وفي الحالة ما بنتكلم على كابتن امير وجيه يعني بنفتح القوس وبنحط بقى يعني نماذج كتيرة قوي لحاجات يعني صانع محترف لنجوم السكواش واللي يمكن جابوا بطولات كتيرة جدا بنتكلم على بطل بنتكلم على مدرب بنتكلم على مخطط بنتكلم على ضيف عزيز على قلوبنا ومنورنا في صباح الخير يا مصر شكرا شكرا بسانت على التعديم الجميلة كابتن امير شايف البطولة ازاي؟ طبعا هي البطولة العربية الدولية دي يمكن نادي بالمهيلس تاني سنة بيستضيفها والبطولة بتكبر من الرؤية اللي كان فيه توافق ما بين رؤية النادي مع ازاي شاب ورياضة الدكتور أشرف صبح بيرعى البطولة وبيرعى الحادث اللي قبل البطولة احنا دايما البطولات بتعامل مدة اسبوع لعشر ايام ففكرنا ان احنا نبقى زي ما فيه كرنافال مثلا بتاع البرازيل بيبقى مثلا مشهور كرنافالات دباي كرنافال مثلا الرياضي احنا قلنا لازم مصر ام الدنيا وهم الدنيا في السكواش صحيح احنا قلنا لازم يبقى فيه عندنا شهر كرنافال سكواش بما ان العالم كله هي عاصمة السكواش يا مصر وأبطالنا العالميين اللي موجودين بالنقدر راح نساعد في تنشيط السياحة من ناحية الرياضة وحنا عندنا السنة دي الحمد لله فتش بطل العالمي طالع يا كابتن أمير غير وعدة على حضرتك يعني الحمد لله الفترة الخمسة عشرين سنة اللي فاتوا دول الحمد لله كتبتك من ثلاثة عشرين بتولي تعالى مع المنتخبات المصرية وخرجت رحلات احتراف بره ورجعت أمريكا والكويت وسعودي وكده فالحمد لله يعني برجع بخبرة كويسة بحاول أن أنا أضيف إضافة جديدة للعبة والمهمة لمصر طبعا احنا عملنا فكرة جديدة نحنا عندنا دايما شهر جيوليا ده شهر كله كرنفال سكواش عندنا معسكر ثلاثة أسابيع قبل البطولة بيشارك فيه لعبين يعني يمكن السنة دي جم من 14 دولة جي عندنا فرق جديدة اليونان أول مرة بتنضام السودان الشقيق هي تضيف شارف البطولة وتنضام في المعسكر عندنا طبعا لعبين من أمريكا من الهند من كندا من طبعا منتخب سعودي أول ناس بيجوا دايما يبقوا معنا بروتوكوليا من أول للمعسكر عندنا منتخب كتر عندنا من البحرين الكويت فالحمد لله يعني المعسكر والبطولة بقت خلاص زي براند موجود احنا بنحاول نحطه في بروتوكول إنه هو يبقى السنوي زي ما فيه مهرجنات بنروحها مع شهورة في الدول بره الناس بتحط الكالندر بالسنوي انت بتبقى عارف أن انت شهر سبعة ده شهر مثلا سكواش في مصر شهر مثلا قبلها كان فيه رالي بتاع عربيات وريسنج مثلا مشهورين في إيطاليا بيروحون ناس معينة أو لأمورها عندي هنا اللي جايين من أمريكا اللي احنا اللي جايين من إيطاليا على هنا وروني السبقات اللي كانوا بيعملوها فالناس اللي بتاع في أوروبا وبرة في أمريكا والبلاد العربية ستعاوز يعني أتوقف هنا يعني معذرة لأن احنا شايفين صور دلوقتي على الشاشة مش يعني كل ممكن يجي في دماغه وباطل سكواش ده لازم سن عشرين وانت طالع انا شايف هنا أطفال تحديد لا احنا بدين رؤية مختلفة احنا من تحت 11 لغاية 19 عشان تواصل الأجيال احنا مصر طبعا طلع جيل تاني وتالت اه لأن مصر ممكن انت اللي عب تخش أولمبياد في أي وقت ممكن الجيل دوت يعني على واشك ممكن معظم متوسط أعمارهم من 29 ل34 فانت في الأواخر فلازم احنا كان رؤية بتاعتنا دكتور عشان في صبح دايما يعني بيقول لي انا خايف خش الأولمبياد ما تكونش مصر لازم تبقى مكترسة على المدليات فكانت الرؤية نحنا بناء المشروع القومي لموهب الاسكواش عشان خاطر بقي في خط موازي للاتحاد وبدأنا من سن الصغير اللي هو تحت 11 و13 و15 عشان يبقى دايما يعني ان شاء الله اي وقت اللي بتخش الأولمبياد سيبقى مصر هي على الخبر طب احنا في الحقيقة عندنا لعيبة مصريين متميزين جدا من زمان قوي لغاية النهاردة احنا الحمد لله مسكين الحتة دي كويس قوي وانا بس عايزة اعرف حاجة عشان الكيرف دايما لما بيطلع تاني خايفين انه ينزل احنا كمصر مقدمين دعم كبير او للعيبة اللي هم في الحقيقة رجالة كده كده والبنات قادرين ان هم يحققوا اسامي كبيرة عندنا رانيم الوليلي عندنا كتير منهم رئيس كرم اللعيبة قبل كده في صورهم في المطار موجودة الشركات بتتهافت ان هم يبقوا سبونسرز ليهم فقدرنا نشوف جيل فعلا حقق بطولات عالمية النهاردة الجيل الصغير ده محتاج ايه عشان مش بس يبقى زي الجيل اللي قبل كده لأ كمان يتفوق عليه هو زي ما قلت طبعا احنا عندنا الجيل دوت قد كتير جدا وعمل شعبية للعبة كتير جدا بالتالي الشركات ومعظم البنوك بدأت نعت بص على لعبة سكواش لعبة سكواش دلوقتي هي والهندبول بيتساوف الجهرة بعد الكورة في مصر زمان لما كنت بمران منتخب كنت مران احمد برادا كان هو العيب الوحيد اللي عنده سبونسرشب فكانت يعني حاجة لسه جديدة هو طالع وما كانش الفكر الاسماري ده موجود الرياضي دلوقتي اكتر من 40-50 لعب عندهم سبونسر ورعاء سواء من النشئين لغاية الرجال بارقام تقدر نعت تطور اللعبة وتقدر تخليه لان اللعبة يعني بصراحة البرنامج التدريبي بتاعه بقى صعب جدا مش زي الزمان زمان مندرب سكواش ويرلياكا وخلال مندربت في نيوتريشن وفي مينتل تابنس وعندك بتاع الدكتور الفيزيو بتاعك في جهاز ماشي ورا كل واحد ممكن مصطفى عسل يعني برض حاجة ضريفة يعني ممكن مصطفى بابا قدر انه يعمل يسوي معاشه بدل عشان يفضل وراهم يبين مدير اعمالهم يعني بضاحة في تضحيات أولاء الأمور هي طبعا بقول لهم انتم الأبطال الأوليين لان بحطوا سيستم بتلاقي مثلا وليت الأمر بابا بيوصله مامت بتعمل الأكل اللانش بوكس وجاي بيعودوا فول تايم في النادي يعني هما صغيرين تلاقي كل فعلا اللعيد بيطلع في أي برنامج أو حاجة بيقول أنه ماما أو بابا كانوا ورانا على تول فعل حضرك تبصي عندنا في المعاسكر أولاء الأمور كلهم كل واحد قدام المالها بيكونوا رايح سن ما بيستمتع محدش عايز راح يعني كله قاد بتجيب اللانش بوكسر بتاعه فول دي أكنهم محترفين هم صغيرين في السن بس محترفين في الفكر وفي السيستم اللي بتحطي لهم طيب كابتن أمير حديك ذكرت اسم أحمد بارد طبعا وقلت كنت بتضرب أحمد بارد فده يخلينا أسأل حديك لأن شكلا حديك صغير مش كبير بدأت لعبة السكواش من إمتى وبمناسبة الحديث عن أحمد بارد احنا عندنا علي فرج الجيل الحالي يعني أو الجيل بتاع أو الناس اللي معنا نتكلم مع عندها 30 سنة مزبوط وبعد كده داخل مصطفى عسل مزبوط مين اللي جاي كمان هيجي بعد مصطفى عسل يعني هو سؤال مركب حيك بدأي من إمتى وإزاي هنطلع جيل جديد بعد مصطفى عسل عشان ما يبقاش زي ما قالت بسانت الكيرفي ينزل وما فيش عندي ناس تقدر تسد في الحتة جيل أنا أخذها واحدة واحدة أنا دخلت في التدريب وأنا صغير جدا ببرميشة مخصوص من الدكتور عبدالقهد جمال الدين وزير الشابة بريادة السابق لأنه كان ممنوع زمان تلعب وتمرن وأنا كان جالي فرصة أن أنا أهاجر برا يعني 20 كده وجالي أن أنا أطلع وأهاجر برا وتترفضت الفكرة أن أنا لازم أقعد في مصر وعملوا بي تصريح أن أنا ألعب وأضرب ودي كانت أول مرة في الطريق بتحصل عشان يحافظوا على الجيل اللي جاي وأقدر أن أنا مررهم لأن لو سفرت كان من معظم الرجال خلاص سفروا هاجروا برا في أوروبا وبينشروا اللعبة في الجالف واحترفوا كتير ما كانش فيه غير أن أنا بطل الرجال أن أنا اللي موجود فلو مشيت كان ما فيه جياب كبيرة جدا ودي أنا يعني المرحوم دكتور عبارة جمال الدين كان عندي رؤية فيها جامل لأنني أعادت وقدرت أطلع وشيت بقى الجيل بتاع أحمد برادة وعمر وكل الأبطال أنت مش عزان تتحدد لأن القاعدة كانت كبيرة جدا وخذنا بطولة العالم تحت 19 سنة الأول مرة في التاريخ اللي سكواش في المصر سنة 94 في نيو زيلا فردي وفرق كان أحمد برادة وعمر بروسي في الفاينلا تريتو ومصر كسبت إنجلترا الأول مرة تلاتة سفر وكان بقى الجهاز معاها أستاذ مسشار الفن سعيدة كابتن أباس قعود لأنا كنت صغير فإيه دايما ببقى الرجل الثاني لغاية مثلا عشر سنين لغاية لما خذت فرصة أن أنا أكود بقى الواحد للمسير فدي كانت يعني دخلت زيال سكواش وأنا صغير والتدريب بدري جاءت صدفة وكملت فيها بقى حمد الله بما أن أنت برضو بتضرب من زمان قوي من أول أحمد برادة اللي إحنا كمصريين عرفنا السكواش من أحمد برادة بعد كده يعني حسست زي دلوقتي الناشئين الجداد أو الجيل الجديد ده بالذات كمان أن العالم كله دلوقتي يبتدى يهتم قوي بلعب سكواش بقى فيه منتخبات أو يعني لعيبة في بلاد جمزين جدا فإزاي نقدر نخلي الجيل ده تاني يقدر يبقى بيرفع اسم مصر نمبر ون نبقى بس أنت يعني هو بصراحة الحق عمل مهتفيت للموضوع ده كله ورفع شعبية اللقبة المرحوم السيد إبراهيم حجازي طبعا النقد الرياضي القدير لما عمل فكرة طولة الأهرام طولة أهرام وإش من اليابان وإي مكان في العالم بيحلم أنه يجي عشان ياخد صورة جنب الهرام إحنا عملنا الإيفنت ده تحت الهرام وكانت هي ده انطلاقة السكواش الجديد يعني السكواش الجديد نحن عندنا الجيل القديم طبعا أبطال العالم بقى من الثلاثينات عفتة عبشاء عامر وكابتن محمود عبكريم وكابتة عبطال وكابتن مريم يعني جيل يعني مش هزا نتحده وبدأت من دلوقتي 25 سنة 30 سنة مصر متربع على القرم نرجع نعمل إيه عشان خطر السيستم يستمر طبعا دلوقتي بقى في ده منقول شبه في تكاتف ما بين القطاع الخاص الدولة الأندية اللي نعيبين ناشئين دي كلها عندها عقود عقود من النادي من الرعاة فيه سيستم بقى بيد بيدعم المنظومة كلها ان هي تستمر وتتقالك في عندنا أنا شايفت يعني هامل ريبورت الدكتور أشف صوب حسنة الوزير هرشح له 20 ناشئة وناشئة من 15 سنة تحت 11 هم دول هتعملهم بقى ببروغرام وان هم يبقوا هم دول جيل المستقبل هم دول جيل كوبي رامي عشور درويج شبانة سوريا عالي يعني نور شربيني مش عايز يقول بقى هاني كل الشباب ده يبقى فيه عندنا منهم جيل صغير انت تبص دلوقتي تحت 15 سنة عمينة عورفي ما شاء الله يعني 15 سنة بتكسب يو ناينتين موهبة فازة زي نور شربيني وكده جاي في الطريق تبص لها مثلا مروان عقاسة الجونيورز والجيل اللي معها مش عزي متحد لان كلهم ممتازين بيقوا الكامب عندنا مثلا مروان ورقمة وطلب وفي مجموعة كبيرة جدا من السكواش انا شايفة ان هي كوبي من الابطال الكبار صحيح بس محتاجين سيستم خاص ده اللي خليني كابتن امير اروح لفكرة يمكن انا في المقدمة قلت ان لما بنقول سكواش دايما بي يتبادر للاذهان كده اوتوماتيكلي فكرة مصر اهلاص عندنا ابطال واحنا اصبحنا بنمثل الرياضة الحقيقية في اللعبة دي ما بعد ومصطفى عسل لان دي بتقليئني انا شخصي احنا عندنا دلوقتي نجم وربنا يحفظه وانعارف اللي هو كان عندكم بارح في اه دايما في المعسكر احنا بنحاول ان احنا بنجيب دايما رول موديل او بطل من ابطالنا العالم مثلا فاتت جعلي فرج عشان يبقى حافظ وبس راجع من الحاج بنقول له مبروك انت عبا ما قدرش يجي الكامب دو اه هو موجود في الصورة اه مصطفى عسل طبعا عنده كارزما جامدة جدا هو تريند على سكواش هو اللي طالع هو دلوقتي ممكن اخذ اخر البطولتين مصطفى ماشاء الله عليه ربنا يحفظه يعني ويكمل شوية بس مصطفى في العشرينات اه واحد وعشرين طيب الجيل الجديد النش هل البطولة دي بتعتبر بمثابة فرصة حقيقة اللي انا اطلع جيل جديد عشان يبقى عندي كادر تاني وتالت ورابع وما يبقاش في جاب يحصل لقدر الله طب احنا طبعا فترة المعسكر للشهرة ده عانين على كل النشاين لان كل يوم في مية وخمسين لعب والعب بيخشوا يخرجوا في المعسكر بجانب اللعبين اللي جايين منبرر مصر فعانينا عليهم ما نقدر ان احنا بنكلم مع الاهالي بتاعيتهم في منهم هنعملهم سبونتر سيبوا رعاية معينة في منهم هنقدر ان احنا نخليه مثل النادي يعني فيه طبعا نشايف مواهب كبيرة جدا واللي بيلفت نظر كمان الرؤية فاني اعنا مثلا نوران جوهر اول اللي ملابس كواش هو خالها كان بطل مصر في تانس طولة وكان صاحبي فقال لي عايز بنت اختي تشوفها هتنفع في سكواش ولا عفا بعدها كان ده يدوب خمس سنين ونص كده طولة هاتها الاستاذ في المنتخب وانا بمرة ما شوف طولة دي هتبطت عنا بعد ما جربت معها يعني الواحد عنده رؤية تشوف مين هيكمل المهم اللي يكمل مين هيقدر ان هو يتطور مين بيقدر يستعب انت كل ده بتاخده من اتيتيوت الكامب كله احنا في شهر كامل يعني انت اكتر من تسعين لعب انترناشنال جايين في مصر انت استفاد من دي انت عشان تروح تلعب مع الناس دي اذا انت تتفل تسكرة تسافر برا عشان تلعب طولة دولية عشان تحتك طب انت فيه احتكاء جاي لك لغاية عندك اللي بقى بيجي كل يوم صبح وبقات دور انت بيبان على طول مين اللي عايز يوصل ومين اللي عرف تكيته ومين اللي يعني هيقدر ان هو يتطور ويكمل ويبان يعني شوالاتنا احنا يعني نقدر ننتقيهم طيب الاجانب اللي بيحرصوا ان هما يجوا يتمرنوا في مصر عشان يستعدوا للبطولات من هنا شايف الموضوع ده ازاي اني قدي احنا مميزين قوي في اللعبة دي للدرجات دي لانه بعض الناس بتقول انه الدول التانية بتتحافت ان هما ياخدوا اللعيبة بتاعنا فالنهار ده احنا قدي ايه في مصر لعبتنا جمدين جدا طبعا الكاعدة كبيرة جدا يعني زي ما بتشوف بطولة الجمهورية السنانية شارك فيها اكتر 1700 لعب ولعبه ده يعني عملت ريكورد محدش قدر يعمله في اي بطولة بره الاسكواش المصري عنده فليفر كده زي ما تفرجي تحب يتقول لها تفرج على البرازيل في الكورة عايزة اتفرج مثلا على التنس في اسباني يعني عندنا الفليفر بتاعتنا والفن بتاعنا ما تيجي اي واحد من بره بيتفرج على البطولة قالك ده مصري اما نروح بطولة انجلتراء وبطولة بره في اوروبا يحب يتفرجوا علينا عشان خاطر احنا مزيج ما بين اللياكة والفن والتالنت والألعاب اللي هي مميزين بيها فدائما تلاقي السكواش المصري عنده يعني لاين لوحده كده بالتالي كله بيجي تعلم هنا بس كلها بتيجي كامباد بتيجي بطولة فرصة حالو احنا عندنا النادي الفاسيليتز غير موجودة في اي مكان بتلاقي مثلا الامريكان والولد بيلعب جول في الصبح ابنه بيتمرن سكواش يعني عندنا الامكانيات اللي التوفر لكل الناس الانترناشنل بيجوا يتمرنوا ويلعبوا بيرجعوا برؤيا احنا مدينا الكامب من الاجبال عليه بعد البطولة جالنا طلبات تانية اكتر من اللعبة انترناشنل هنكمل لغاية 25 تمانية ان شاء الله فيعني السفر كله في السكواش حضرتك قلت لنا قبل ما نطلع الموجز انه السودان الشقيق هي ضيف الشرف للبطولة ازاي ممكن نستخدم الرياضة في وجه نظرك لمصر عامة انها تكون كقوة نعمة يعني انها تكون سفيرة لمصر في افريقيا ده طبعا يعني توجه اللي احنا بنعمله ممكن سيد الوزير السودان بيضيف شرف البطولة وبعد البطولة هنعمل لهم معسكر في المشروع القومي الموهيب السكواش في بورسعيد لمدة شهر احتجاكم فيه ثلاث نشاءات يو ثرتين تحت 13 و 11 جئين بيلعابه فرصة جميلة جدا انه هم يقدروا يلعابوا مع لعب المشروع القومي عندنا يستمتعوا بالجو في بورسعيد ولمدة شهر ان شاء الله نستضيفهم ولان دي طبعا انت عارفة سكواش في افريقيا كان زمان مميز جدا مثلا في جنوب افريقيا ثم افريقيا وعندنا في كنيا الاتحاد الافريقي نشاطه كان قليل جدا لما كان هنا خرج من عندنا بس ان شاء الله بإذن الله في اخبار حلو قريب يعني في حدث كبيرا بنقوله ان شاء الله عن افريقيا والسكواش لان لازم دورنا يبقى برضو احنا عندنا امكانيات نقدر اننا يعني نساعد نخش الولمبيكس من خلال مصر مع افريقيا مع الجالف والخليج هنقدر نطلع مرة ندخل لعبة بالأولمبياد ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بإذن الله طيب يمكن في الفترة اللي فاتت كابتن أمير احنا عانينا من هاجس وهو هاجس التجنيس زي ما حصل مع محمد الشرباقي ازاي احنا نقدر نحمي ولادنا من ده ونحفزهم بحيس اللي هم ما يروحوش لهذا الاتجاه تشاغلينا عن الموضوع ده جامد من بزارة شاب الرياضة دكتور عشر صبح فيه توجه هنقدر نجيب الاتا بتاعت كل اللاعبين المصرين انت عارف طبعا المرجعت من بره وقدمنا للدكتور المشروع القوم الموهب بالاسكواش والحمد لله نجح جدا بدعم قوي جدا من البنك الاهلي باشكر مجلس اصدرته انه هما دايما مع المشاريع القومية بيبقوا في ظهرنا جامد وقدرنا اننا يعني مدير التنفيذ التحدي الدولي في مصر اتخاذ لقى خمسمائة ناشئ وانا شاب يلعبوا اتوينتي برسنت عشرين في المية منهم فري خالص اللي هما من دور عائدة الايتام ولاد ابطالنا شهداء الجيش والشرطة والتمانين في المية عملنا حسة الساعة والنص سكواش والياكة بالنص دولار يعني باثناشر جنيه ده ركم يعني اتخذوا عايزين نعمل ده في فرانسا عايزين نعمل ده في اوروبا يعني عايزين بس طبعا يعني ما غير دعم البنك الاهلي ممكناش نقدرنا نقوم مع الوزارة بالمشروع دوت وننتشر بلوقتي هننزل من المحافظتين روحنا الاول بورسعيد وماركز شاب الجزيرة هنا ان شاء الله نازلين على الصعيد بقى دي المفاجأة الجديدة اللي احنا هنعملها في الصعيد وفي ملاعب سكواش في ملاعب سكواش في بني تحتها كبيرة جدا ان شاء الله في بورسعيد هننزل الصعيد وفي ملعبين في القنال في السويس وفي اسماعيلية هناخد الخط ده كله يعني ان شاء الله هيبقى فيه عشر مراكز في خلال الخمس سنين اللي جايين منتشرين حوالين المحافظات الجديدة اللي ما فيهاش سكواش لان اللعبة شعبيةها زادت جدا احنا في الكامب اللي عاملين ببالما هيلز بيجو مسكندرية رايح جاي ده خبر حصر لينا كده احنا هيكون عندنا ملاعب سكواش ضمن البرنابج القومي لتأهيل الناشئين لالسكواش الموهوبين في الصعيد والله انا لسه جاي طب اخبار بس سوهاج ايه بس سوهاج والله اخبار شباب سوهاج بحث لنا طلب وجوابه هتعامل ملاعب بإذن الله وانحنا نزليم يعني لما بنقول حاجة ان شاء الله هنعمل ان شاء الله بإذن الله ابت الأمير حداك تكلمت عن عنصر مهمة قوي في دعم اللعيبة واحنا تكلمنا عن اللعيبة ليهم طرق دعم كتيرة جدا لكن ولية الأمر طبعا كمان ليه دور كبير قوي هم الأبطال بالضبط دعم اللعيبة حداك كنت تتكلم معنا يمكن في الفاصل كمان على قد إيه والي الأمر بقاعد مستمتع ويتفرج على ابنه هو بيلعب حتى مش بس هو جوه بطولة أو بيلعب مباراة فقد إيه مهم دعم والي الأمر النهاردة لو حد عايز يدخل ابنه لعبة لسقاش إيه اللي هم يحتاجوا دعمه النفسي حتى إزاي طبعا على الأمور شوية اللي هم بتبقى عايزة تدخل أولاده عايزة كواش سهلة جدا ان هم مثلا لو خلال المشروع القومي بيروحوا مركز شباب الجزيرة خمس جمعة سبت أي وقت فيه إنك إداري بيقدروا يسجله في السهل جدا في يعني سورة شهدت الميلاد والحاجات العادية دي ويقدر إن هو يتسجل في المشروع القومي هنا أو في برسعيد أما بالنسبة أولئة الأمور طبعا أنا شايف دلوقتي اللعبة الأمور متحمسة شوية ممكن بساعات إن هم يبدأوا ياخدوا برضو زي كورسات لأن في أولئة أمور تبقى متحمسة بالزهادة بسال الناشر دو مثلا لجرعة معينة يقدر ياخدها أو لهم تحس بساعات من كتر حماسهم يدغطوا على عيبا يمكن إنه ممكن أن تتمرني أكثر على المجهود بتاعه وممكن مش كل واحد بيبقى تبرينه زي التاني أبتدي من سن كم؟ يعني أنا عشان خمسة ونص ستة أنا بدأت كبير بس يعني عملت ربعمية المية مجهودة عشان خاطر أحصل اللي كان سابقاني لكن دلوقتي بدأت من خمس سنين ونص أما السنين أم ستة سنين ده بيخشوا لأنها فيها مجهود كبير فهيبقى بيخشوا بيخشوا وخمس ساشر دي أيادو بيتعلم سوينجي بيتعلم ستايل بيتعامل الرشقات في الملعب بيفرج على ياخد البيزة حسنا يقدر يشوف معظم الأبطال اللي بتلعب أخواتها صغيرين قاعدين ببرا متوسط عمارهم كده خمسة ونص ستة بيتفرجوا وياخد المدرب بيخش ما بين الأشواط دي يجرب ناشئ كبير مصطفى لما دخل مبارح الملعب يعني أكن فنان عمر دي بدخل على المصر أه أكن بالضبط أنا ده ما دخل الكورت تمرين باس إن كل المنتخبات والناس ما كانش عارفين أنا عامل مفاجأة مش أي الحد إن هو جاي فطبعا المنتخبات مثلا الأردن كله كل منتخبات كبيرة جدا بيحبه نتائجه مبهيرة تشوف الفيديوز يعني بس تقول إن دول يعني في حاجة حلوة إن الناشئين دي تعلمت لعب معهم كلهم بيعملوا متفايد بيخليهم إنهم كله على شايف مصطفى فكرة لعب عندهم قدوة دي أهم حاجة وطريقة اللعب بتاعته بتاعجب يعني ناشئين كتير قريب منه بس إنه أصغر الجيل يعني أصغر وقت في الجيل اللي موجود دلوقتي فدي حاجات من اللي احنا كل سنة بنحاول نعملها النهار ده النساء لازم مرة كده مرة كده طبعا هنختم المعسكر بحاجة حالا خلينا حاجة حاصر كده نية في البيئة كابتنا مين جاي النهار ده من البنات والله أنا جاي نور الشربيني لا نور يعني ببرك لها يعني جوزت أول مبارع وكده ألف مبارك لها من سبعة الخير يعني لها مبروك ربنا وفاها وسعادها نقلة جديدة في حياتها إحنا جايين نهار ده اللعبة محترفة دين شهينة تقلب على العالم وهي يعني إن شاء الله هتقدر البنات هنبسطوا جدا معها ناسفين لو بوضنا لك المفاجأ بس حاجة حلوة هناك مفاجأة تانية يعني عملينا عدم الله للعيب تاني مفاجأة تانية فاتب أزريق حلو في مفاجأة تانية مشانا حرقها كل شكر لك كابتن أمير وجيه المستشار الفني للمشروع القومي للمهوبين في السقواش على كل حاجة أنت قلت عنه نهاردة نتمنى لك كل التوفيق وكل اللعيب المصريين حضرتك خركت أجيال كبار قيمة وقامة مستنيين إن شاء الله أجيال جديدة يرفعوا اسم مصر وعلم مصر فوق مشكورك بسعند وشكورك أحمد وإن شاء الله دائما مصر تتبقى في القمة بإذن الله منشكورك كابتن أمير وما زال العطاء مستمر معك شكرا لك شكرا لك